ايه القرف ده؟ انت يا هانم يا منال هانم في ايه شمالك مش عرض احط ميكب مستك العالي حبيبي ميكب؟ فين القمس اللبني بتاعي بخط الفايع ده فين؟ ما عرفش اكيد هتلاقيه عندك يعني دورت عاليه في كل حتة ومش لاقيه يبقى اكيد في الغسيل يعني او في الدراي كلين ما ايه ما تربس حاجة تانية يعني تبحلتكش غيره يا ستي بقى لي شهر ما شفتوش وحشني الراب تنسى شكله خلتيني قندم على الحاجة اللي بتروح للغسيل ما بقيتش مقامن لو راحت انها ترجع تاني يبقى اكيد مفيش غيره هو الوقت بتاع الدراي كلين هو اللي بيسرق الحاجة استغفر الله العظيم يا رب اتأكدي الاول قبل ما ترمي التهم على الناس ما نبقاش منعكشين ومبهدلين ومهرجلين ونتغمي الناس بالزور فيه احشان ما عرفش بقى بقى اصلا الشغالة يا هنية 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 مش هنا راحت تجيبلي البام من السوبر ماركت لما تبقى ترجع بقى اسأله دي هيشة بقى التقرف فاهماني وبعدين ايه قمت الهدوم دي ايه قمت الهدوم دي اه انا حاسس ان انا بسهول عبور والله ايه حاسس ان انا بسهول عبور ايش حال ما كنت جايبلك شغالة ها دي بتاخد تلت مرتبي وانت بتاخد التلت التانين وانا باخد صابونة انا قلتلك نت الف مرة هنية شغالة فشلة وانت بتقعط دلحة وقف صفاها دايما اشرب بقى والله وانت بتعمل ايه بقى يا ستة هانم زوجة وستة بيت ولا مروح هستند حطينا جنبينا عيب كده يا شام على فكرة عيب كده على فكرة يا شام عيب عليك انت مش عيب علي عيب عليك الكركبة دي ايه ده ايه ده انا عايز افهم ايه اللي انت معايشاني فيه ده ايه ده وبعدين كل الكركبة دي وعندنا شغالة امان لو مفيش ده احنا كلنا عفنا ده راحتنا كانت طلقت للجران ده اللي عدي قدام باب بيتنا يشم الريحة يغم عليه ونشغل المستشفى اللي جنبينا مش فهميك يعني انت شايفني ما عفنا ولا حاجة لا العفو انا قاسف جدا انا قاسف العفو ده حضرتك انضف من الصيني شايف الجمال؟ شايف البيتنا تساوي ازاي؟ شايف الهنة اللي انا فيه؟ دي حاجة تهدي الاعصاب جدا بصي انا اعصاب يا هدية موت موت والله يا حبيبي بقى انت يوم ما تجوزتني كنت هانم في بيت بابايا اوكي؟ وبعدين انا حبضل كده على طول سواء يعجبك او ما يعجبكش وعلى رأي المثل ابوي يا رباني وجوزي هناني ولا انت عندك رأي تاني؟ صبرني يا رب على ما بلاني فيه يا حشام مالك؟ مفيش حاجة يا بابا ليه يا هشام؟ ما تقول له انكل فيه ايه؟ خليه يحكم بيننا ايه هدو الشاي يا اولاد مش كده؟ مفيش حاجة يا بابا الحكاية كلها ان احنا محترين في تعليم هاي دي ومش عارفين ادخلها اني مدرسة مدرسة امريكان طبعا هي بنت اي حد؟ دي بنت هشام مذكور يا بنتي بطل انعارك كدابة اللي انت فيها دي؟ ايه يعني هشام مذكور؟ مجرد فرض عايش في مجتمع يعني عادي يعني ما تبطل بقى تستقل بنفسك كده؟ انا مش مستقل بنفسي ولا حاجة انا عارف وضع ايه ومركزي ايه كويس قوي بس في النهاية رحت ولا جيت حتة موظف حكومة يعني مرتبي محدود قد كده هو مش فاهمة قصدك يعني عايش تدخلها مدرسة حكومة ولا ايه؟ ما تقول حاجة يا انكل والله يا بنتي نشاف ان العملية التعليمية عايزة نسف من اساسها المنظومة غلط يا بنتي بس مدرسة الامريكية مختلفة خالص لان هما بيعلموا الطفل ازاي يحب المدرسة اكتر من البيت عشان ينتميلها ويحب يتعلم فيها تصور يا انكل ان هما عامين حمامات سباحة وتراكل الخيل في المدرسة؟ ويا ترى بقى المدارس دي بتحافظ دولابنا على هويتهم؟ هو يعني مدارسة الحكومية هي اللي بتحافظ لهم على هويتهم؟ يعني كده ولا كده الهوية ضائعة؟ لا طبعا على قل المدارس دي بتديهم نهج متطورة بتخلي عندهم لغة لايف ستايل مختلف مش موجود في اي حتة ده غير ان هما لما بيكبروا الشركات هي اللي بتجري عليهم بس مش لما يبقى معانا الفلوس اللي ندفعها لهم يا بابا ده بياخدوا في السنة الواحدة ستين الف جنيه اجيبهم هو انت ملياردير يا حج ياه ده مبلغ كبير قوي اه تساروا يا عشان انت كل قرشة هتحط في بنتك النهاردة هتشوفوا فيها كل شوية انا رايي انكوا تحوشوا لها الفلوس دي لغاية ما تكبر ولما تبقى تكبر تبقى تاخد الفلوس وتعمل بيها مشروع كبير اهو شفتي؟ لا مش صح طبعا اللي بدل ما نشلها الفلوس اللي بتقل قيمتها مع الوقت نستثمرها فيها وفي تعليمها يا جماعة صدقوني التعليم ده بقى استثمار كويس جدا وخصوصا في المجتمعات اللي زاية عندنا يا ستة ما قلناش حاجة طيب ماشي حندفع مصاريف السنة منين ولو قدرت ازبط السنة المرة دي بقولك انا مرتبة دي كده ده غير ان البنت ممكن يحصل لها مشاكل نفسية واكيد هتحس انها اقل من زميلاتها وده طبعا هيقصر عليها اه ويتبكي وتنهار ويجي لانيار عصبي وتبقى مريضة وتبقى انت السبب طبعا ده بيتهيقلك لانت حتى الامريكين اكسنت عندك زي الزفت وعمرها ما حتتصلح لانك اتربيت وتعلمت ده ده غير ان المناهج الدراسية بتاعتها مناهج قديمة جدا ما فيهاش امريكين ادكيشن اللي قلتلكوا عليه يا دي الامريكين اللي عاملك هسهس فينا فوقك فوقي بقى بابا انا عايزة ايس كريم ايس كريم؟ يا حبيبتي ايس كريم اي بس انت عندك برد وكمان سنانك بتوجعك صح؟ بصي اول ما تخفي هجيبلك ايس كريم كبير قد كده هون ماشي؟ وانا بيا بابا وحيت هايدي بس اكله مرة واحدة مرة واحدة؟ اخ منك انت بمعرفش هتفضلك طلب تعالي يا بيت هنا تعالي يا بيت هنا تعالي تعالي يا مغلباني خلي هنا السلام عليكم شايف يا انكل؟ طول الوقتنا عمال يدلع فيها كده مخليه مش عارفة ربيها خالص شوف يا مغلب يا بنتي هشام ابني هنائم قوي وياريتك تاخدي من حنيته شوية ده ابني انا من ربيه وعرفه وبكلمة حلوة حافظي عنيلي اتنين مجرؤ حيمليك إيه يا بدي حيالة يا حبيلي إيه إيه أنها شيخة عطيت وميق بيدي ده السودتي إيه يا أهدي معادي إيه ده إيه 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 في إيه يالاها رسود إيه ده ده انت accuse لأعدم ما تربتش قالتلالي يا شيخة حرامة عليك بلاش فترة مهما إن كانت عليك العادم وما تربتش تفتحي لها دماغة بالشكل ده سيبك ملها دي بيدي كهينة أنا معرفة تعمل ملاشتها دي كويس اسكوتي! اسكوتي يا شيخة حرام عليك إنتي إيه؟ دي مهما انكانت بني أدمى! فتحت لها دماغها! خليك إيه ضع ضغر عيناش ترغالين! خليك موضان أنت فلح فيه! بس! 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 ما عاليش يا حبيب تخائق علي أنا! حائق علي! تعالي معايا! تعالي معايا! راح فيني عشام! هو إيه اللي راح فيني عشام؟ إنتي جنيت! أنا اللي جنيت يا مجنونة! هواديها المستشفى! دي عايزة غرز! جاءت غرزة الهفق! تعالي يا حبيب تساعدك!